موسيقى وزي ما قلت لكم في حلات مبارح في بداية الحلقة القصة أكبر بكتير من فكرة ملعب كورة يعني طبعا هو حلم عند جمهورنا دي الأهلي أنه يبقى عندنا معلعبنا بتاعنا مطشطنا جماهيرنا تكون حاضرة أعتقد ده حلم طال انتظاره بإذن الله بإذن الله مش هياخد كتير من الوقت في ظل الحقيقة الشراكة الكبيرة والشركات الضخمة هتخش أو هتشترك في عملية البناء والتشهيد لكن بإذن الله ما ياخدش وقت طويل لكن زي ما قلت لكم القصة أكبر بكتير من فكرة مجرد ملعب كورة أو مجرد استاد للنادي الأهلي حلم للجماهير حلم للجماهير لكن الكونسبت أكبر من كده بكتير وأعتقد أنه هو نقلة نوعية لفكر سلوب الفكر والإدارة والرؤية الخاص بالإدارة الرياضية في مصر نتمنى إن شاء الله كل النجاح ونتمنى أنه يظهر بالشكل اللي يليق باسم ومكانة النادي الأهلي الكبيرة جدا والعظيمة جدا في العالم كله ومش بس في مصر ومش بس في قارة أفريقيا عندي كلام كتير جدا مهم النهاردة وتمرينت للأهلي النهاردة الحمد لله رجعت مرة تانية لما عادها الطبيعة هتكون بالتزامن مع حلقة النهاردة هنشوف فيها تمرينة مهمة ومرتبطة بكلام كتير حابب أقوله زي ما تعودنا أو زي ما أنا تعودت في السادسة دايما بتكلم مع جماهير النادي الأهلي من القلب لكن قبل ما ندخل في تفاصيل حلقة وقبل ما نتكلم على مشوار المنتخب والسعادة الأهلي لاستقناف مشواره في الدوري خلينا نروح لفاصل سريع جدا ونرجع نبدأ حلقت أهلا بحضراتكم مرة تانية وخلينا الحقيقة قبل ما نتكلم في الأخبار يعني هو تعليق وملاحظة وحضراتكم عارفين أنا الحقيقة يمكن على مدار الأربع سنين اللي فاتوا في السادسة مع حضراتكم دايما يعني عندي كده إحساس بقدرة جماهير النادي الأهلي الناس اللي قابلها في الشارع الناس اللي بتتكلم في المناسبات المهمة اللي بتسأل وتتطمن على أخبار النادي وعلى أخبار اللعيبة الناس اللي موجودة على صفحات والأكاونت الخاصة بنادي الأهلي على السوشال ميديا وبتبعت لنا قراء وبتبعت لنا أسئلة عندهم من الكياسة والفتنة الحقيقة اللي يخليك متطمن جدا جدا وانت بتتعامل مع جمهور النادي الأهلي وعارف ومتأكد انه عنده قدرة كبيرة جدا على وزن الأمور لكن التعليق الحقيقة النهاردة وانا مش بتكلم على محمد مجدي أفشا كلاعب يعني لكن انا بتكلم على ازدواجية المعايير في التعامل مع كل شيء مع كل شيء يخص النادي الأهلي تعرفين ازدواجية المعايير دي بقت كونسبت عالمي مفهوم عالمي كده ينطبق على السياسة ينطبق على الاقتصاد ينطبق على الرياضة ينطبق داخل في كل حاجة في حياتنا يعني تلاقي مثلا الناس تقولك ممنوع الخلط بين الرياضة والسياسة ولما تلاقي حد مثلا بيرفع شعار تعاطف مع غزة أو تأييد لغزة فتلاقي بيتوقع عليه عقوبة لكن لما دوريات العالم كلها هتدعم أوكرانيا مثلا في حربها ضد روسيا انا مش بتكلم على مين صح ومين غلط تلاقي محدش بتكلم تلاقي انه ده طبيعي جدا بل انه مطلوب وفي بعض الأوقات بالأمر المباشر فهو نفس الكونسب ده اللي بيتم التعامل به مع كل لعابة النادي الأهلي والحقيقة يعني انا يعني عشان قلبي الصغير لا يحتمل حقيقة حالة التعصب الشديدة جدا اللي بتزهر مع كل موقف بيخش فيه اسم من لعابة النادي الأهلي في جملة مفيدة تحس انه احنا في حاملة منظمة ممنهجة للدفاع عن القيم والدفاع عن المبادئ ورفع الشعارات المرتبطة بالتقاليد والأعراف وتلاقي كل الناس كل الناس بتحزق قوي قوي وكأنها بتكلم يعني يعني عن قناعات وعن مواقف سبتة وراسخة ومش ممكن أبداً أي حاجة تكررها الشيناوي يتكلم في تصريحات في مؤتمر صحفي فالدنيا تقوم وما تعودش مشكلة تحصل بين الشحات والشيبي فالدنيا تقوم وما تعودش أفش أتكلم في برنامج تليفزيوني فالدنيا تقوم وما تعودش وحاملات اختيال معناوي عبد المنعم مش عارف يحتفل فالدنيا تقوم يا جماعة يعني يعني التعامل مع الموقف مالوش علاقة بالألوان لكن كل أشكال الخروج على النص اللي منها يحسب عليه ويعقب عليه القانون الإساءات والإهانات المباشرة والخطف الأعراض واجتيمة للشخص واجتيمة للأهل بل إنه هم شخصياً في بعض الناس منهم الحقيقة هم شخصياً تعرضوا الإهانة بشكل واضح ومباشر ومحدش فيهم اتكلم ولا فتح بقه معرفش ليه لما القصة بتيجي عند لعابة النادي الأهلي معرفش أنه قفشة مثلاً مؤخراً على سبيل المثال أو الشناوي ككابتن المنتخب مصر وقعد للنادي الأهلي في مشوار مع جيل تاريخي أو عبد المنعم مع تقلقه الشديد جداً جداً وناس نهاردة بتصف عبد المنعم بأنه الأفضل على مستوى أفريقيا أو أي لعب في النادي الأهلي تعرض لمحاولة اختيال معناوي أو إمام عشور مثلاً في بداية انتقاله ومع بداية مشواره مع النادي الأهلي كلها حملات ممنهجة لهدفها هل صدر من أفشة مثلاً على سبيل المثال هل صدر من أفشة قبل كده أي شكل من أشكال الخروج على النص ما اعتقدش أنه ده حصل فما اعتقدش أنه في شيء يبرر حالة الهجوم الكبيرة جداً جداً وارد جداً كلنا بشر كلنا بشر وكلنا بنغلط وخير الخطائين التوابين زي ما بنقول في النهاية هل ده حصل بقصد أو بدون قصد هل ده حصل في حسن نية أو بسوء نية أنا في ظني طبعاً أنه القصة كلها بزلة لسان رجل على سجيته بيتكلم الأهلي ما بيسمعش حد بيغلط والعقوبة على حجم ومقدار الخطأ لكن فكرة أنك أنت تطلع تكسر وتهدم وتشوه في صورة لاعب أو نجم أو إداري أو جهاز فني في النادي الأهلي ده شيء أعتقد أنه بقى غير مقبول وإحنا لو تفتح لنا المجال هنا وده لأسف سياسة قناة سياسة محطة إحنا لو تفتح لنا المجال هنا أنا وزميلي كلهم في كل برامج عشان نتكلم على أشكال الخروج على النص والرد على كل كلمة منتقال إحنا عايزين فوق القناة دي قناة واثنين وثلاثة الأهلي واحد والأهلي اثنين والأهلي ثلاثة وصدقونا في الوقت ده مش هنرحم حد على كل أحوال خلينا نروح لمشوار النادي الأهلي النهاردة في تدريبة زي ما قلت لكم الساعة ستة طبعا إمبرحنا مصر كلها شافت الحفلة اللي أقام النادي الأهلي بمناسبة الإعلان على مشروع النادي الأهلي الجديد مدينة الأهلي الرياضية اللي هتقام طبعا في شيخ زايد وشفنا طبعا تحالف كبير جدا بين الشركات بين شركة الأهلي طبعا للمنشآت الرياضية وشركة القلعة الحمراء اللي هتبقى مسؤولة عن إدارة المنشآت واللي هتقود تماما التحالف المكون من عدد من الشركات العالمية والشركات المصرية بنكلم على 15 شركة عالمية وعربية هتشارك فيه تمويل المشروع اللي بيعتبر زي ما قلت تحراركم في الأول والآخر مشروع القرن وهو إضافة بالتأكيد لمفهوم التسويق الرياضي يعني طبعا الأهلي يبحث في الأول وفي الأخر عن تحقيق أرباح طبعا دي لقطات من حفل مبارح وحضور السادة الحضور دكتور أشرة صبحي طبعا وزير الرياضة وكابتن محمود خطيب رئيس النادي الأهلي وعدد كبير يعني الحقيقة من الشخصيات في مختلف المجالات اللي كانت حضرة كل ممثلي الشركات اللي هتشارك فيه المشروع سيد محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء أيضا عداء مجلس الإدارة المهندس خالد مرتجي الأسترق أنديل محمد سراج كلهم طبعا كانوا حاضرين مبارح فيه صورة كانت حلوة قوي ومبشرة جدا 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 عارف إنه الناس مستعجلة قوي على التفاصيل يعني أنا مدرك تمام المشروع الحقيقة كبير جدا وعشان تخرج مع علمه وتفاصيله للنور فيه أنا عارف إنه فيه داخل إدارة النادي الأهلي حرص كبير جدا على إنه تحاط تفاصيل المشروع بالسرعية الناس مبارح كانت نفسها جدا جدا إنها تشوف تصميم الأستاد الناس كانت نفسها جدا تعرف السعة الخاصة بالأستاد شكله هيكون عامل إزاي الفاسيليتيز اللي هتكون موجودة والمرتبطة بحضور مطشات كورت القدم لكن صدقوني الأهلي دايما بيفكر إنه يبدأ من حيث انتهى الآخرون وبالتالي إن شاء الله يمكن الأجزاء أو التفاصيل فيه حرص على سريتها قريب جدا بعد ما تكتمل الصورة بشكل كامل هيتم الإعلان عنها بشكل كبير جدا هنتكلم طبعا على إنه السادها هيتم بناءه على مراحل مفترض إنه هيصل ساعة حوالي 42 ألف مقعد وأعتقد كمان إنه مخطط مستقبلا إنه الساعة الخاصة بالاستاد ممكن إنها تستوعب أو يتم تطويرها بحيث إنها تستوعب تستوعب عدد أكبر من الحضور الجماهيري بالإضافة طبعا إنه فيه إلى جوار الاستاد عندنا مشروع الجامعة الرياضية عندنا مدرسة وعندنا فندق وعندنا مستشفى رياضي يعني بنكلم طبعا على تحالف كبير جدا 15 شركة من مختلف أنحاء العالم هتشارك فيه المشروع كل واحد فيه تخصصه من الأسماء المحترمة جدا فإن شاء الله دراهن على إنه المشروع كهي ناتق صدايك بيرها بنوك عالمية وبنوك مصرية هتشارك في الموضوع فالقصة الحقيقة فيها تحالف ينم عن حجم وتصور بعيد المدى لمشروع يليق بالنادي الأهلي وبتاريخه وببطلاته وبالأجيال اللي جاية إن شاء الله بإذن الله اللي هتشهد طبعا الاحتفال ببداية المشروع أو بالتتشين وبدأ في افتتاحه إن شاء الله خلينا نروح مع حضراتكم طبعا أنتوا عارفين إنه إحنا بعد مطش الترجي الأهلي خد فترة فترة راحة سلبية مش قليلة رجعنا يوم الاتنين اللي فات للتدريبات في طبعا مطشين المنتخب أنت عندك 13 لاعب دولي بيشاركوا سواء مع منتخب مصر الأول أو مع منتخب مصر الأولمبي فبالتالي جزء كبير جدا مسكوات الأهلي مش موجود فبالتالي كابتن عمم مستر مارسل كولر قرر أنه يصعد عدد من اللاعبين الشباب وبكرة إن شاء الله هيكون في أو يوم السبت تحديدا هيكون في مباراة ودية هتجمع بين نادي الأهلي ونادي النجوم تحضيرا طبعا لمباراة الجمعة البعد القادمة يوم 14 إن شاء الله هيكون في موجهة الأهلي وفاركوا استعدى بقى لملف الدولي مرة تانية فبالتالي قرر مستر مارسل كولر أنه يوم السبت اللي جاي يبقى فيه مباراة دا بين الأهلي وبين النجوم علي معلول علول واحد من اللاعبة الحقيقة يعني ليهم معزة ومكانة كبيرة جدا 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 في قلوب جمهي نادي الأهلي واللي تأثرنا بإصابته وابتعاده عن الملاعب لفترة نتمنى أنها ما تطلش يعني ما كانش القصة مرتبطة بأهمية اللقاء بتاع الترجي ولا بغياب واحد من أعمدة النادي الأهلي في السنوات الأخيرة ولا بغياب لعب بيعتبر من أهم مفاتيح لعب النادي الأهلي لكن فكرة أنه معلول يبعد عننا فترة طويلة كانت مؤلمة لكل جماعين النادي الأهلي بشكل كبير علي بدأ بالفعل فيه تنفيذ البرنامج التأهيلي اللي تحطله عشان يتعافى من إصابة بقطع في وطر أكيلس بعد ما أجرى العملية الجراحية الحمد لله بنجاح وإن شاء الله بإذن الله يمكن يعني حتى هو في الأكاونت بتاعه على السوشيال ميديا نشر رسالة شكر الزميله نشر رسالة شكر على الدعم الكبير جدا اللي وصله من جباه النادي الأهلي وأكد في الرسالة أنه دعم وحب ومشاعر الأهلوية ناحية علي بيراهن هو شخصين عليه أنه هو يرجعه إن شاء الله بإذن الله في قارة فرصة ويعوده إن شاء الله بإذن الله ملاعب في مستوى من الجهزية أفضل من الأول إن شاء الله نتمنى العلي حقيقة كل التوفيق في رحلته العلاجية ونتمنى له إن شاء الله بإذن الله يكون موجود معنا قريب كان حاضر طبعا مبارح ألف سلامة معلول واحد من النجوم اللي سكنت وقعدت كده وتربعت في قلوب الإخلاص والتفاني القصة مش قصة نجومية وأنا النهاردة هكلمكم في قصة دي ومعنا شوية أمثلة كده بما إحنا في موسم المركاتو فيه لعيبة كتير جدا جدا مش هقول أمثلة عشان محركش الناس يعني واللعيبة على الشخصين أنا كنت بحبهم كلعيبة كورة وكانوا نجوم كبار وكانوا عندهم إمكانيات كنت بشوف إنها ممكن توديهم حتى بعيدة قوي بعيدا عن مصر وبعيدا عن أفريقيا بل إنه في مواهب جت كنت بشوف إنها تستحق إنها تلعب في أهم أندية العالم اللعيب لما بيبقى صغير أو بيبقى لسه بيحاول عارفين مرحلة إثبات الزت ما الواحد يبقى عايز يثبت نفسه يقول أنا أهو إمكانياتي أهو أنا كويس صدقوني دوني الفرصة في المرحلة دي أي اللعيب كورة بيطلع من 120 إلى 150% من اللي عنده يقبين حط في الصخر بيتمرن صبح وليل بيتغزى كويس جدا بياخد باله من كل تفاصيل حياته عشان يحاول يثبت إنه جدير جدير بقى نلعب في النادي بتاعه في الستيم جدير إنه هو يروح نادي كبير زي النادي الأقلي جدير إنه هو يلعب في منتخب جدير إنه هو يخد تجربة احتراف فيه نوع بقى معين وركزوا في الكلمتين دول قوي فيه نوع من اللعبين أول ما بيلمسوا ده يعني أول ما بيوصل للهدف ده أول ما بتتسلط عليه أضواء النجومية والشهرة أول ما بيحس إنه هو حقق أكتر من اللي هو كان بيحلم يوصله المية وعشرين والمية وخمسين في المائة اللي كان بيديهم قبل كده بيبقوا سبعين وتمانين وستين مع إيجو أو يعني إحساس بأنا متضخم جدا فبتكون القصة نهايتها تقريبا شبه مأسوية ده تحذير أنا ليه بقول الكلام ده ارتباطا بعلوله لأنه علوله من ساعة لما جيه الحقيقة هو جيه نجم علي معلول جيه أهلي نجم والنهارده الناس بتتكلم على علي معلول كواحد من أهم الصفقات اللعقاتها الندي الأهلي على مدار تاريخه بل إنه فيه ناس بتصنفه على إنه أفضل محترف أجنبي لأنه يعتبروش أجنبي يعني لكن يعني أفضل محترف أجنبي جيه هنا وساب بصمة في الملعب المصرية على مدار تاريخ الكرة كلها شوف كل النجوم للأفرق اللجوم ومنهم نجوم كبيرة سواء لعبت في الأهلي أو غير الأهلي يعني جون أوتاكا مثلا لما جيمل إسماعيلي كان لعب فز وإضافة كبيرة جدا اللي كاتبت الدرويش في فترة من فترات إيمانويل أمونيكي لعب في الزمالك وكان لعب عالمي وطلع لعب في برشتونا وعندك في الأهلي بالجملة يعني بالجملة أحمد فليكس تكلم على جيلبرتو تكلم على فلافيو تكلم على إيفونا تكلم على نيزبو جلبان تكلم على تاريخ طويل جدا من اللعيبة اللي جات ما مضتش ومشت جات وصابت بصمة وحققت ألقاب وحققت بطولات وكتب التاريخ مع ندي الأهلي لكن معلول من الكواليتي اللي تتمنى تشوف عليها الفكر والمنثالي بتاعه كل اللعيبة الصغر اللي طلع اتعلموا من علي معلول اتعلموا يعني إيه إخلاص يعني إيه تفاني يعني إيه ثبت في المستوى تبتتكلم عن لاعب شايل الأهلي ثم المواسم شوف تغير عليه كم اسم وهو محافظ على مستوى وهو دايما مركز أساسي وهو شايل الفريق في مشوار صعب جدا كل المراكز حواليه بتتبدل وعلي معلول هو اللي دايما موجود فنتمنى له التوفيق إن شاء الله بإذن الله وبإذن الله نراهن على قدرته في العودة إن شاء الله أفضل من الأول خليني أفتح كمان معاكم ملف بكرة مصر وبوركينة طبعا كان فيه اجتماع فني النهاردة المباراة بتاعة منتخب المصري ومنتخب بوركينة فاسو والمقرر لها إن شاء الله أنها تتلعب بكرة في المرحلة الثالثة من تصفيات كاس العالم مصر هو الثالث فوزنا الحمد لله في المباراتين السابقتين ومعنا في رصيدنا ست نقاط رصيد بوركينة أعتقد أربع نقاط مصر بكرة هتلبس اللبس الأساسي بتاعها الشورت الأبيض والتيشورت الحمرة بوركينة هتلعب اللبس الأخضر ونراهن على إن شاء الله رجالتنا بكرة في إن هم يقدموا الوجه الحقيقي لمنتخب مصر ونتمنى إن شاء الله التوفيق لكابتن حسام في أولى مباريات المنتخب الرسمية تحت قيادته أعتقد أنها فرصة خصوصا إنه الملعب هيكون ممتلئ من زمان أصيبك من دورة الودية استاد مصر تتحلل استاد بتاع مصر ده قصة لكن بكرة المشهد في استاد القاهرة هيخدنا فلاشباك كده لألفين وستة فاكرين ألفين وستة والله كانت ألفين وكام وتسعتاشر برضو الجماهير الحقيقة أو تمنتاشر يعني بنتكلم على طبعا تأهل مصر لتصفيات كاس العالم بطولة أفريقيا لإستضافتها القاهرة برضو الجماهير كانت مكسرة ديني دايما الجماهير في ظهر المنتخب طول ما منتخبها حاضر ونتمنى إن شاء الله منتخبنا يكون حاضر بكرة بإذن الله والتشكيلة تقريبا يعني هنتكلم فيها النهاردة لكنها تقريبا تقريبا عناصرها عناصر الحمد لله مكتملة وماشا اللي مع كابتن حسام تطلع منتخب أكيد كويس جدا ونراها إن شاء الله على تجربة تعد بوركينة بكرة إن شاء الله ومن بعدها غينية اللي هتكون خارج الأرض إن شاء الله يوم عشرة يوم الثلاث القادم بإذن الله عندي أخبار بقى عن مركاتو طبعا مركاتو السنة دي برة طبعا لسه فيه تفاصيل وأرقام وأسماء ومفاجآت من العارة التقيل المفاجأة الأولى أو الضربة الأولى البوم الأولاني كان طبعا كيليا نمبابي معايا تنين من مدريد النهاردة بحبوهم بس يعني مدريديستا مدريديستا نباريكلوم طبعا على الفوزبت شامبينز ليج والليجة وعلى صفقة كيليا نمبابي لكن مركاتو السنة دي السخط المولع اللي فيه مفاجآت هو المديرين الفنيين يعني يبدو كده أنه فيه حركة تنقلات من العارة التقيل بتحصل السنة دي ومعايا شوية أخبار هنتكلم فيها مع ضيوفنا أحمد مصطفى وبلاه المحسن هيكون ضيوفي فيه أستاذسة لكن بعد الفاصل يعني مش بس في مجال التدريب أو حتى بس في إطار الرياضة لكن يمكن في كل حاجة في الدنيا العمر مجرد رقم الأهم الفكر الرؤية قدرتك على الإبداع الكرب طبعا على أسماء مهمة جدا في تاريخ كرة المصرية والحقيقة أنا بحب جدا الإدارة اللي تفكر في الشباب الصغير اللي تفكر أنها تدي تتيح الفرصة اللي تفكر أنها تجدد أو تدخل دم جديد ونتمنى نشوف ده الحقيقة في كل المجالات وخليني أقول لحضراتكم بالمناسبة يعني هنتكلم النهاردة مثلا على كارلو أنشلوتي حد يقدر ينكر أنه واحد من أهم المدربين رغم أنه لا بيلعب كرة حلوة ولا كرة ممتعة ولا أي حاجة بسبب التأكيد فرض نفسه على ساحة التدريب كواحد من أهم وأفضل المدربين في تاريخ كرة القدم مش بس في الفترة الحالية لكن ده ما ينكرش مثلا أنه لما بارلي بيركوزن أو بولونيا في إيطاليا يرانوا على اسمين تقريبا محدش ممكن يفكر أنه هم يقدروا يعملوا بصمة أو يحققوا معجزة أو يطلعوا حاجة برا برا السندوق لكن لما نشوف السنة دي تجربة شابي ألونسو مع بارلي بيركوزن وتاجو موتا وفتكروا الاسمين دولكواز جدا جدا مع بولونيا تتأكد تماما أنه الدم الجديد الشباب الصغير هم الشباب أوي يعني برضو بس يعني أصلا أقول في عالم التدريب يعتبروا لسه حديث العهد عندهم فكر قدروا يحطوا بصمة ممكن تكون بداية ثورة في عالم كرة القدم اتنين بحبهم جدا 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 بس جايين في توقيت تقيل قوي على قلب تشامبيوز ليج مع كيلين يمبابيل اتنين في ضرف أسبوع واحد حالة من الليفترة يعني بصراحة من الريال خلينا نرحب بضيوفي في السادسة النهاردة أحمد مصطفى وبلال محسن بس الخير يا بلال بس الخير يا مصطفى أهلا بك طبعا يا أحمد أهلا بك وأهلا بكل السادس سعيد سعيد جاي الهوى السعادة بوسر السعادة بتنط من نظراتنا ومن تعبيراتنا أكيد طبعا بطولة غالية طبعا ريال مدريد كالعادة ملك أوروبا وقلنا بلكده في ليالي الأبطال لما سيل الريال وما فيش يومين ودخلنا بين بابي على طول ما قفلنا بابي انتوا عادتوا ستين دي حاطين يدكم على قلبكم لا لا هو السواء يعني نرحب بأحمد الأول بعد المدخل في التأرواق المباراة سأل نور يا أحمد أهلا بك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي طبعا وأكيد الواحد ممسوط جدا ريال مدريد يعني هو نفس تحس يعني بحس دايما هو نفس النادل الأهلي بالضبط لا هو الأهلي في حتة تانية برضو طبعا يعني يا أهلي في حتة تانية لكن برضو ريال لسه محق يعني الأهلي لو معاه نص التوفيق بتاع ريال مدريد كان زمانها منحتفل بالبطولة مثلا خمستاشر ستاشر يعني ديني حظ ولا مش عارف ايه قرات حظ ولا فدان شطارة حاجة بس أنت بتتفرج على مدش رياله ودورتمود أعتقد كنت متأكد ان دورتمود ممكن تكسب أنا شفت سيناريو بيقول ان دورتمود طول الوقت هو الأقرب وهو اللي فرضت سيطرته مع فوارق الإمكانيات والتاريخ واللعيبة واسم المديري الفني والجمهور والجماهيرية والشعبية كل حاجة كان دورتمود الحقيقة الأقرب للقب وكان الحقيقة مقدم جيم على أعلى مستوى كرة القدم مش منصفة منتهى منتهى يعني الحقيقة الظلم ان تعطفت مشجعهمش يعني كانوا يحبوهم بس ما بشجعهمش بس تعطفت معاهم بصراحة تبدأ أسألك سؤالت يعني ده الفريق كامل اللي تتعاطف معاهم وعشان كان ريال مدريد انا كده كسبت الظهام بتاع ريال مدريد اه ماشي كان بالثانية احمد مصطفى قال لك قال لك ريال مدريد من بدري ندديله حقه بردر صحيح صحيح قدام الستي مباراتين ذهبوا عودة لم يظهر فيهم ظهر فيهم شبح ريال مدريد واعتقد ان البطولة يعني ممكن يتقل بين قوسين هي بطولة خلاص حسبت الريال لكنها غير مستحقة نعم نفعش نفعش يتقل غير مستحقة يعني بصراح مد خلينا نتكلم ان دايما افهم انه في مباراة تكسب ولا تلعب يعني في مبارايات ممكن يبقى day off ممكن يبقى فيه ظروف معينة تخليك ما تفكرش غير في المكسب لكن بطولة كلها تكسب ولا تلعب مين اللي يكسب ريال مدريد ما هو على فكرة هو ريال مدريد في نسخ كتير ودع البطولة يعني احنا عانينا فترة كبيرة مع جوزي مورينيو ومكانشري المدريد اصلا بيتجاوز دور الستاشر تقريبا يعني كان اخر دور الستاشر وبيخرج ولكن كارلو أنشلوتي احنا تكلمنا هو مش كارلو أنشلوتي هو الحاجب بتاع كارلو أنشلوتي الحاجب والعلكة يعني الحاجب والعلكة وهم حتى سألوا بعد المباراة قال له انت بتتناول كم علكة خلال اللقاء قال من 15 إلى 20 على حسب سير اللقاء وبالمناسبة بما انك كلمت عن أنشلوتي وتسأل برضو في مؤتمر صحفي وقال يعني قال له مين افضل مدير فني في العالم فهو قال بكل توضع ان جوارديولا هو المدير الفني الأفضل في العالم وانا احترمته جدا جدا في الإجابة دي أنا لسه شايف له فيديو من شوية قبل ما ندخل الهوى فأحد الصحفيين بيسأله بيقول له بتعمل إيه وانت خسران واحد صفر في الدياق 85 رفع الحاجب كده وقال له الهدوء الهدوء ثم الهدوء وده اللي عامل دايما انشلوتيو دي طريت دايما الهدوء اللي هو بيدي الانطباع للعبين دائما ان هو متأكد ان هو يكسب في الوقت يعني أنا كنتم تفرج على مطش دورتم دورتم فعلا كان مستحوذ وقدمه براءة كبيرة لا مش بس مستحوذ يا أحمد دا اللي بيوس يعني يعني بتهيلي فرصة كريم ديمي لو كانت تسجلت في كورتواء كان سيناريو كان رائع يكسب ديمي رأوك غلط يعني هو هو اختار ان هو يروح على الشمال هو مفرد يعني هو لو راح هو بالمناسبة هو لو راح على اليمين المرمى قوله اتفتح قدامه اه لكن هو داية المسافة وكارفخال طبعا عمل انقاذ انقاذ كورتواء طالع سايب ورافت دان اردو كورتواء لي رهبة برضو انت عارف رجل النهائيات طبعا لا فكرة كورتواء جاب لكم لقبين من 15 دي حيان ايضا برضو صحيح وانا بتفرج على المطش ولقيت دورتم منذ مستحوذ اتأكدت مليون في المئة ان الريال هيكسب لان انشلوتي هو عايز الفرق اصلا تستحوذ يعني هو خلاص بقى تقريبا يعني اعتقد لو كانوا يتفرجوا على ماتش الباير ونتفرج على ماتش السيتي بتستمتع بكورتواء ريالي مصطفى بستمتع طبعا بستمتع بفكر انشلوتي يعني طبعا غير السيتي طبعا السيتي مدرسة تانية السؤال ده اختبار ليكم من تول اتنين انا ماسؤول عن ايجابت هو قال انا بستمتع من كان الاحق والاجدر بالفوز ببطولة دوري ابطال اوروبا السؤال اللي بليل بص يعني كورة يعني بعيدا عن العطفة انت هنا محلل فني انا بشوف ان منشستر سيتي كرويا على المعطيات اللي قدموا منشستر سيتي خلال مشوار البطولة من هجوم من طرق لعب من تنوع هجومي من حلول من 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 كل ده منشستر سيتي هو على ارض الملعب كان اوقع الموضوع كان هيبقى واقعي اكتر لو سيتي توج باللقب وخلينا نقول حتى يعني خروج منشستر سيتي امام ريال مدريد اتكتبت في النهاية بالمناسبة النتيجة بتعادل يعني انت عارف رقلات الترجيح ما بتحسبش خسارة ولكن هي لازم نروح لها علشان يتحدد الفريق الصاعد فقط ولكن ريال مدريد بقى زي ما احنا تكلم بشخصية البطل بالتاريخ بكل الكلام دوت هو برضو لي ليه ما تقدرش تستبعده خلق على داء المحلل الفني اللبس مناء المشجل يعني انا اصدقى انا اصدقى انت فريق هتقول لي الكلام ده انا انا ما تفاجأتش انا بتكلم احنا على ارض الملعب بالعروض اللي بتتقدم على ارض الملعب والكورة منشستر سيتي ولكن لو منشستر خرج فانت بتستغربش ان ريال مدريد وتوج بس دي احمد طبعا طول انو حدنا ريال مدريد الفريق اللي يقدر يكسب منشستر سيتي ويكسب بير مينخ ويكسب دورته من دور اللي خرج باريس سان جرمان كل الاندية ديت انا بشوف الاندية مختلفة وفرق كبيرة جدا خاصة ان السيتي زي ما بلاي تتكلم السيتي فريق قوي جدا جدا وفريق مرعب وعنده حلول وصعب جدا تكسب السيتي بسهولة لكن الريال مدريد وانشلوت اليوم مدرسة مختلفة ومدرسة خاصة ممكن تشوف مرضية بالنسبة لجماهير ريال طبعا مرضية لان ممكن يعني جمهور ريال سعيد اكيد باللقب والبطولة لكن سعيد بالكرة اللي بيقدمها ريال في ظل وجود يعني الكتيبة النجوم دي طبعا احنا احنا بنعوض الكرة الممتعة باللحظات الإثارة والتشويق انا هقول حقا خد بالك انه 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 في النهاية النادي الجماهير اللي متعودة دايما على التتويج وعلى البطولات ساعدتها ما بتبقاش غامرة يعني يعني اصلا اقول ايه النادي اللي بقال له مثلا 20-25 او ما شافش اساسا بطولة او بقال له مثلا 20 سنة ما جالوش دوري ولا جالو دوري ابطال فاهم لما جيلوا اي بطولة هيقيم لإحتفالات يعني فاهم يوعدوا اسبوع يحتفل بالبطولة الاهل احنا نكسب البطولة بالليل ثاني يوم الصفح خلق قصة حصل موقف مع انشلوتي وكولر اللي اتنين زي بعض بالزبط في المؤتمر الصحفي اه اتسأل كولر اتسأل عن التلاتاشر وانشلوتي اتسأل عن الستاشر والاتنين قالوا احنا نشغلين عليهم من على طول بعض البطولة فهي ده 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 بالاندية الكبيرة طبعا ومقدر الكبار انه هم يبقوا دايما في منافسة مستمرة علشان كده هتلاقي النادي الاهلي في افريقيا رايح في هتة والاتنين بالمناسبة عالميا الاتنين الاكثر تتويجا بالبطولات القارئ يعني النادي الاهلي والريال مدري انا معاك في ده تماما انا مش مختلف انا مش بقارن هنا بين الاهلي وبين الريال لانه بالعكس انا بشوف انه كمان اهلي في حدود امكانياته المتاحة يعني الريال منطقي جدا يبقى في الحتة دي الريال منطقي يبقى في الحتة دي طبعا عنده كل الشعبية جماهرية تاريخ لعبين ادارة امكانيات فنية وبدنية ومش موجودة عند اي فريق في العالم يعني لما تقارن سكواد الحقيقة مثلا الريال وتسوف قمته التسويقية وتقارن الاسماء اللي موجودة في في الستي لا كافة الريال اتقل يعني الستي ما فيهش النجوء ما فيهش السوبر ما فيهش نجم اه انت تتكلم نهاردة على جود بيلنجهام على كيليا نمبابي على فينيسيس جونيور على تيبو كورتوا لما تقارن ب مش عايز تجيب سريط رودريجو اللي قال تصريح قالك السيتي هو افضل فريق في العالم والجمهور الريال غاضب حتى الان من رودريجو ومعندهم مشكلة انه يرحل بالمناسبة بس مش هنسيب ويرحل للسيتي لان 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 سنازل لك احمد حاجة انا انا اتكلم في نقطة تانية بس انا مش بقرن بالاهلي والريال بالعكس بشوف انه الاهلي انجازاته في 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 اطار المحيط اللي هو بيحقق فيه الانجازات دي من حيث امكانيات يعني الريال بيلعب في اوروبا بيلعب في احسن ملاعب في الدنيا الاهلي انت ما تشوف مشوار الاهلي في دولة الابطالة السنية دي كم سفرية الجو اللي بيلعب فيها عمل ازاي الملاعب والارض اللي بيلعب فيها عمل ازاي المعاناة اللي بيعانيها في السفر لمسافات طويلة جدا كم مباراة بيلعبها في السيزن امكانيات الاقتصادية وتلاقي بيحقق ده فمش ممكن تحطه في مقارنة مع ريال لكن انا اللي بكلم عليه انه جماهير الاهلي زي بتستمتع دائما بالالقاب والبطولات لكن كمان لازم تشبع كرة يعني عايزة تتفرج على فريق مسيطر محيمن بيكسب عند جدرة واستحقاق هل السؤال هنا هل جماهير الريال مستمتعة بالموسم انتو خدتوا ليجا وخدتوا شامبيونز ليج سعداء بالكرة اللي بيقدمها عن شلاطي مع الكتيبة المدججة بالنجوم دي يعني أنا مثلا بشوف ان اداء ريال مدريد اداء مختلف تماما عن دور يا ابتال رب لان بشوف ان اداء ريال مدريد كله في الدور الازباني كله هجومي ولو بصنا على برات كبيرة جدا حتى براته مع برشونة دايما كان بهاجم مطلقة لعب مختلفة تماما كان اداء ممتع لكن في برات كبيرة انت عارف يعني ان منشستر دايما بيعتمل على الاستحواز هل انت تقدر تهاجم بكل النجوم وبكل الامكانيات الكبيرة دي لا طبعا دا مش منطق لكن الزكاء ان انت ما تيجي تلعب قدام منافس قوي وعارف مدى قوته فانت تلعب بطلقة لعبة مختلفة تخرج منها كذبان وتوصل للهدف اللي انت عايز لكن الريال هو كده سابل محلل فاني وسابل الجمهور وقعد على دك كمدير فاني لا يعني هو الفكرة ان انت دايما المتعة كان فيه متعة في بعض المبارات في ال راضي يعني انت كمشجع جدا لان فيه مبارات كبيرة جدا صعب انت تهاجم فيها مش محتاج متعة متعة فيها خالص انت محتاج تكسب هل المتعة تبقى مع السيتي صعب صحيح فلورنتيلو بيريز يسعى الى اعادة تكوين الجالكتيكوس مرة تانية خلاص بقى اعتقد ان الجالكتيكوس بالمصطلح القديم اللي هو كلما يظهر نجم في فريق تضم وزي ما حصل مع فيجو بيكام وزيدان ورونالدو الظاهرة اعتقد مش هتكرر تاني انت بتكتفي بنجم سوبرستار كل سيزون زي السنة الفاتر بيلنج هام السنة دي كيلين اعتقد ممكن تعود كمان السكواد بتاعك ببعض اللعيبة زي مثلا لنيورو المدافع الفرنس الواعد اللي هيبقى واحد من افضل مدافع العالم ريال مادريد بيحاول دلوقتي في الفونزو ديفيز زهير ايصر بايرميوليك كل ده محاولات لريال مادريد طبعا ريال مادريد ضم قبل كل دول اندريك البرازيلي 17 سنة ولكن انت تخيل ان انت يعني بعد طبعا رحيل توني كروس والوحيد الكبير في اللعيبة مادريد اه يعني هيبقى مادريد هيجدد سنة اه يعني هيوعد سنة على سبيل التكريم حتى عدد دقائق مشاركاته قلت جدا ولكن بقاءه مهم خاصة مع رحيل توني كروس اللي انا بحقيه جدا على اختياره للرحيل من الباب الكبير او توقيت الرحيل كمان مهم جدا يا احمد يعني اللعيب عند 4-30 سن كان يقدر يلعب اقل حاجة سنتين او 3 ولكن هو اختار ان هو يعتزل بعد اليورو ويخرج من الباب الكبير زي ما عمل زين الدين زيدان وهنا في مصر زي ما عمل محمد بركاته محمد ابوتريكا والجمع اللعيبة اللي اختارت انها تخرج وهي لسه قادرة على العطاء بتختلف خالص يعني انا شفت مشهد بسرعة كده حزين جدا لاندرياس انيستا وهو بيهبط مع فريقه لدورة درجة تانية في الامارات وبكاء انيستا كان مشهد حزين انا ما كنتش اتمنى للاعب عظيم زي انيستا فعشان كده دي معادي جات كمان اظهرت حلاوة المشهد بتاع خروج توني كروس من الباب الكبير يعني كيليان مباطي جود بيلنجهام فينيسيس جونيور هل ممكن نشوف سيناريو اشبه بسيناريو باريس سان جيرمان على قودة لبس الريال يعني فكرة النجوم السوبرستار اللي بيتحطه في قودة لبس واحدة في وقت كتير جدا بتبقى عامل سلبي على الفريق خصوصا انك بتتكلم على واحد من اكبر فرق العالم نيمار دي ماريا ماسي مبابي في وقت كتير جدا كانت قودة لبس باريس سان جيرمان مصدر ثاري جدا لوسائل اعلام بمشاكلها بخناقاتها بتصريحاتها بمين هيشوت ركلة الجزاء بمين طلع من الملعب غضبان بمين اتخانق مع المدير الفني بمين قال مش هي يعني هل القصة دي ممكن تكارف ريال او تبقى عيب على دارة انشلوتي لقودة اللبس اعتقد صعب طبعا ان دايما قودة اللبس اللي متحكم فيها هو المدير الفني واعتقد ان انشلوتي عنده من الخبرات الكبيرة جدا اللي هو بيعرف تعامل مع اللاعبين والكبردو ده حصل معا اللي كده في ميلان وكان معاه نجوم كبيرة جدا طبعا وفا كرينسي دارفو وتيفتشينكو وكواكا ولعب كتير جدا اعتقد مرت على انشلوتي حتى في فريس سان جرمان وتشيلسي هو مرت بتجارب كبيرة جدا فاعتقد هو قادر دائما على الحفاظ على هدوء فوت اللبس وده باين جدا في احتفالات دايما الاهداف اللي بيجيبها ريال مدير هنشوف حتى بلنجهام وفينيسيوس احتفالاتهم مع بعض والاجواء الاحتفالية الكبيرة جدا لسه مبابيه لما يدخل برضا بالزبط في عناس نفسية هتبقى افلوا افلوا الباب اول ما نهزل الصورة كل نجوم ريال مدريد الكبار دخلوا وهنوه على الحساب الشخصي بتاعه طبعا الملعب غير برضا كابتن بلال انت فاهم يلا يشهد يلا يشهد عاملين حسابنا سوشال ميديا هتجنن الناس مبابيه موضوع مختلف عكس نمار وعكس ميسي او لما راح باريس سان جرمان مبابيه راح للنادي اللي هو بيحلم بيهم التفول ده مختلف تماما فده قصة مختلفة نادي بيحبه نادي كل تفكير مبابيه هو في باريس سان جرمان انه هو يلعب في ريال مدريد فده موضوع مختلف حلمي بيتحقق الافكار كلها بتختلف تماما لكن انا اقول ان حان حان الوقت لعودة بيلنجهام لمركزه الاساسي احنا كنا دايما في الموسم ده مش عفين كارلان شرطي بلعبه فين اصلا لكن هو خلاص بنبابي هاي بيكون موجود كمهاجم كانش موجود بيلنجهام في دوري الابطار كانش موجود في اخر افينيسيس هو اللي يمكن كان ظاهر قوي في بس كان لي كان ليه بعض رضوات النهائية هو جي من من تالي من الوقت مباراة الستي خلينا اولاك انه بيلنجهام ما جابش بيلنجهام اللي في دوري الابطار في اول الموسم باسم مع ريال كانوا يوجود مع ريال في الابطار ولا اللي كان موجود حتى مع بروسيا دورتموند في البونز ليجا مزبوط فاهم انا فاهم قصدك ولكن برضو يعني لما تيجي تتابع مسير بيلنجهام هو الافضل على موسم الليجا تتابع احتياره لتصويب وهو المرشح الاوفر حظا بالمناسبة للتتويج بالكورة ازابيك افضل لعب العالم بقايا ده لسه بعد نتيجة اليورو ونتيجة الكوبا على حسب من فيهم هيوفق اكتر او هيزهر بمستوى اكبر في اليورو وفي الكوبا اعتقد الكورة الزابية مش هتخرج عن واحد من بس انت لو تختار منهم واحد ديال من هاختار واحد منهم هاختار فينيسيوس فينيسيوس احمد فينيسيوس برضو برضو ليه ليه فينيسيوس عشان فينيسيوس يستحق من اكتر من موسم فده من نوع من انواع العدل بلينجام قدم موسم استثنائي فعلا مع ريال مدريد قدم موسم ماضي مع دورتوم برضو كان كبير جدا وصل ان هو يبقى في اليورو وفي اليورو لكن فينيسيوس بقى له اكتر من موسم بقدم اداء كبير جدا مع ريال مدريد كان يستحق حتى الموسم اللي فات ان هو ممكن يترشح للكورة الزابية لكن ما ترشحش وهو كان زعلان جدا لكن الموسم ده هو برضو بيقود الريال للموسم التاني ان هو بيحق دورة الرب وبيحق الليجا فهو فينيسيوس يستحق ان هو ياخد الكورة الزابية عن جدارة حتى لو ما وصلش او ما قدش البرازيل في كوبا امريكا ان ياخد البطولة انا بشوف ان هو يستحقها عن جدارة الموسم ده موسم انتقالات حتى اللحظة طبعا لسه اغلب الصفقات فيه اشاعات فيه اسماء انا كنت قلت لكم في حلقة الاربع اللي فات بنجامين ساسكو السلوفيني الدولي الكلام على انه راحل ارسنل ولد ممتاز الحقيقة استفا ويليم برضو فيه كلام على تشلسي وفيه كلام على البارسا فيه لعيبة كتير جدا لكن يبدو انه المركاتو الاخوى السندي هو المدرمين بالظبط اخبار مركاتو او الانتقالات يورجين كلوب طبعا يمكن ده خبر كان قديم شوية كان اخر موسم ليه في ليفر بول ارني سلاط هو اللي يتولى المسؤولية كلام على كونتي كونتي راح نابولي نار كونتي على نابولي خلاص تم الاعلان عن الصفقة ايه اخبار قصة انتقالات المديرين الفنية يعني احنا لو بدأنا بمركاتو المدربين في الدورة الانجليزي هانسفليك طبعا برسونا بالظبط يعني بقولك لو رحنا بمركاتو المدربين في البريمير ليج هتلاقي ان القرعي بيتسيادوا الموقف عن جدارة اه يعني تين هاك في منشستر اينايتد بيب جوارديولا في منشستر سيتي ارني سلوت في ليفر بول ماريسكا في تشيلسي في حد ده انا قرع دخل على الخط يعني هما الاربع الكبار تقريبا اه فيعني واضح ان حتى الاندية احمد بتلجأ لسياسات جديدة في التعاقد مع المدربين يعني ارني سلوت اصلا تم التعاقد معاه في ليفر بول لان طريقة لعبه بتشبه طريقة اللعب اللي كان بيلعب بيها لكن في كلام بطريقة كلمة على ان ارني سلوت مدير فني مرحلة مرحلة انت خلايا اه اه مش مدير مشروع لان انت خارج من تسع سنين يورجين كلوب عمل مشروع عظيم في ليفر بول اعادهم مرة تانية للتتويج اه يعني القاب كانت غايبة عن النادي جاك في لقب البريمير دي كان غايب عن النادي اكتر من تلاتين سنة يورجين كلوب اعادهم مرة اخرى لمنصات التتويج طوج معهم بالشاميز ليج وصل كمان فاينال دوري ابطال مرتين وخسرهم امام ريال مدريد وصل فاينال يوروبا ليج يعني انجازات كبيرة ومرحلة عظيمة او يعني تتويجات كبيرة وارقام مهمة عملها يورجين كلوب خلال مسيرته مع ليفر بول فانت مش هتقدر تجيب مدير فني كبير او اسم كبير بعد اسم كبير تاني يعني دايما حتى في ريال مدريد لو تفتكر يعني ريال مدريد كان اوقات بعد زيدان وبعد انشلوتي وكان بيخش في النص مدربين صغيرين شوية او ملهمش سي في قوي بحيث ان انت تقدر تشتغل معاه سنة او ست شهور وتقدر بعد كده يعني تهد المشروع القديم وتبني بعد كده بقى بمشروع كبير زي ما ده الكلام ولكن انا اعتقد ان ارنسوت لو قدر يعمل فريق كويس انا اعتقد ان عنده كل الامكانيات يعني خاصة زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا ان بقاء محمد صلاح تحد ذاته هو اهم ضامن لنجاح مشروع ارنسوت وان كان خرج بعد التقارير الانجليزية اللي بتؤكد ان ارنسوت قال ان محمد صلاح مش من ضمن اللاعبين اللي غير مقبول المساس فيهم وانه هو ما عندهش مشكلة لو في حالة وجود ما عارش صحة الكلام ده ايه كل ده هيبين يعني الملامح دي كلها لما ينطلق البري سيزون بعد اليورو وتبدأ تشوف سكواد كل فريق ومبارات الودية وطرق لعب المدربين الجوداد للاندية عندنا تجربة انا متحمس جدا لها تجربة مع بايرن ميونيخ تجربة اه يعني اختيار مفاجئ اختيار مفاجئ ولكن اه يعني هنشوف يعني انت شوفت في الدورة الالمانية دايما نجاح المدربين الشباب فاعتقد ان البايرن لجأ لكامباني في اطار سعيه انه هو يواكب التطور اللي حصل على مستوى البوندز لينيه وكامباني اصلا بلجيكي صح؟ بلجيكي اه طبعا هو قعد فترة مع الورديولا انا متهيريش انه باير يعني قريب كان طلع بره المدرسة الالمانية يعني في اي حد انشلوتي انشلوتي ممكن فترة وبيب وارديولا فترة يعني اه لكن غير كده الالمان هما بص هو في حاجة كده مرتبطة بالاختيارات الاندية مش مش هنقول المعظم ولكن في حاجات معينة كده يعني لما تشوف ماريسكا المدير الفني لتشيلسي كان عنده تجربة مع بيب وارديولا قبل كده اشتغل مع بيب وارديولا طبعا بعد نجاح تجربة ارتيتا يعني بعد نجاح تجربة ارتيتا مع الارسنال تحس ان في اندية بدأت تروح للجهاز المعاون بقى كل واحد اللي اشتغل مع جوارديولا قبل كده انت عايز تستنسخ تجربة جوارديولا انا اشتغلت مع جوارديولا اي حاجة تانية اشتغل اشتغل مش مهمة بحقيقة زي ما في وقت من الاوقات بالمناسبة كيروش المدير الفن السابق لمنتخب مصر دولت تدريب ريال مدريد في وقت من الاوقات علشان كان هو المساعد مع السير اليكسي فريجسون وكان السير وقته بيحقق نجاحات كبيرة فحبوا ينقلوا التجربة دي في ريال مدريد طيب بعيدا عن المدربين او مدربين الفنيين لعبتنا المصريين المحترفين في الخارج الكلام طبعا كان كتير جدا سيناريو صلاح والانتقال الدول السعودي انه يكمل في اوروبا سيناريو اتكرر بشكل كتير في المواسب الاخيرة احمد هل خلاص استقر صلاح على الاستمرار مع ليفر بول ده باب اتقفل وبالنسبة للعبين المصريين اللي كانت اتقال ان هم تقلقوا بشكل كبير جدا سواء مثلا لعب زي عمر مارموش اتقال ان في عدد كبير من الاندال انجليزية بتستدفه بل انه اتقال حتى انه تتنهام حطته على الرادار وانه ليفر بول حطته كبديل محتمل في حالة رحيل صلاح مصطفى محمد قدم موسم اكتر من رائع مع افسي نونت في فرنسا وتقال ايضا انه في عدد من الاندال انجليزية بتتابع مصطفى محمد هل في معلومات او اخبار عن فكرة لعبين المصريين المحترفين في الخارج احنا موسم طبعا لسه هنا ما انتهاش فاعتقد ممكن يبقى لسه شواء يعني انا احمد تخيل ان حمد صلاح حسم قراره بان هو يعني هيمشي من ليفربول ده اعتقد بالنسبة كبيرة جدا يعني يكون حسم قراره وهيتجه للدور السعودي وده الكرار بالنسبة له اللي هو خلاص يعني اعتقد هو يعني مسألة وقت ويحصل يعني لان صلاح خلاص شايف ان هو كان اخر فرصة لي بالنسبة له ان هو كان ينافس على حد الكرة الزهبية في السيزون ده لكن ليفربول نتائج ما خدمته وطبعا رحيل لورجن كلوب برضو هيحسم حاجات كيرة جدا واعتقد ان محمد صلاح خلاص يعني نهاية مشواره معليفربول هتبقى السيزون ده عمر برموش احنا كنا مع بعض هنا في بداية السيزون اللي فات واتكلمت وقلت لي مين اللعيب اللي ممكن شايفه وممكن يبقى يروح لأنديها كبيرة جدا قلت لك عمر برموش وبالفعل في أنديها كبيرة جدا عمر برموش انفجر المسم اللي فات وقدم أداء كبير جدا في الدورة الألمانية مع فرانكفورتو بشوف ان عمر برموش قريب جدا او السيزون ده بنسبة كبيرة جدا هيروح احد الانديهايات التنهام وده بشوف ان بالنسبة لي طريقة لعبة التنهام تناسب جدا عمر برموش يعني طريقة لعبه مناسبة تماما لفريد التنهام هقف عند الجزئي دي في المركات وهنرجع نكمالها بس قلنا نروح لتدريبة الأهلي النهاردة مع مستر مارسل كولر زي مننا كريم أحمد موجود في النادي الأهلي في الجزيرة وعنده اخبار كتيرة جدا نطمن من خلالها على الفريق كلمتوكم في بداية الحلقة ان ان شاء الله الأهلي يلعب يوم السبت اللي جاي مباراة تحضيرية كده مع فريق النجوم استعدادا بقى لعودة واستقناف المشوار في الدوري بمواجهة فرقه يوم الجمعة بعد القادم يا كريم مساء الخير مساء الخير عليك زميل العزيز أحمد سمير كل التحقية والتأدير لك والكل مشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان طبعا مع غياب اعتقد 13 لعب من الدوليين مع المنتخبات اكيد مستر مارسل كولر كان سدع عدد من الشباب عايزين نعرف منك شكل ونظام تدريب النادي الأهلي النهاردة مين اللي مشارك فيه بالنسبة لللاعبين المصابين نتطمن سواء كنت بتكلم على السلية أو كنت بتكلم على علي معلول تدي الناس كده بما انه احنا رجعي من اجهزة طويلة شوية نعرف اخر اخبار الفريق ونتطمن على استعداداته ان شاء الله لاستقناف مشواره في الدول بالتأكيد طبعا يعني زي ما بنقول النادي الأهلي بيواصل واستقنف تدريباته بكل جدية الحقيقة لمرحلة القادمة مباراة فاركو لسه عليها شوية وقت لكن الحقيقة الفترة دي مهمة جدا رغم قلة العدد اه في استعانى بعدد من انشئين لكن مستر كولر حقيقة هي دي الفترة اللي يقدر ان هو يصحح بعض الاخطاء يحفظ بعض الجمل الراجل بيشتغل نظري وعملي بشكل كبير جدا من خلال المحاضرات يعني يمكن قبل التدريب كالعادة محاضرة فنية فيها بعض الامور عشان يبدأ يطبقها في التدريب زي ما قلنا درجة الحرارة صعبة شوية تدريب النهاردة كان للساعة ستة لكن الحمد لله كل اللعيبة متواجدة يمكن الاصابات هبدأ معاك الحقيقة بعلي معلول النهاردة يمكن هو مركز جدا الحقيقة يعني بكل دقة ان شاء الله يؤدي البرنامج التأهيلة حتى يعود مع فريق النادي من الجديد نهاردة كل اللعيبة الحقيقة مجرد نزول علي معلول وتواجد طبعا على الدقة كل لعيبة حييته للجهاز الفني كل طبعا المتواجدين في ملعب مختار ده بالنسبة علي معلول احنا الحاجة المهمة جدا اللي عايزين نقول عليه احنا الحمد لله ما عندناش اصابات خلال هذه الفترة هو بس علي معلول وده امر يعني بيبقى مطامئن جدا للجهاز الفني ان انت بتدخل هذه المرحلة بدون اصابات فيا رب ان شاء الله يحافظ على العيبة النادي الاهلي ويستمر النادي الاهلي خلال الايام القادمة والفترة القادمة بدون اصابات يمكن انت قلت فعلا الحقيقة يمكن النادي الاهلي بيحضر او حضر خلاص وانتهى من التحديد المباراة والدية من فاشبة فيه جاب كبير جدا من حسية المباراة رغم العدد الكبير اللي مش متواجد مع فريق النادي الاهلي متواجد فيه المنتخبات لكن هكون مباراة مهمة جدا يوم السبت الساعة ستة ان شاء الله باذن الله مباراة النجوم ان شاء الله يكون فيه استفادة جيدة جدا لها من الجهاز الفني ومن كل اللعيبة اللي هتشارك الموضوع مش فني فقط لغير الرجل بيحاول ان هو يشوف القياسات يشوف كل الامور اللي خاصة به الشكل العام بالنسبة للعيبة كل لعيب مع موله فايل زي ما انت عالف زميلي احمد فان شاء الله يكون مباراة مهمة مع فريق النادي الاهلي يوم السبت المشيطة اللي زي ما يكيدنا قولنا فيه تمام الساعة 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 يمكن زي النهاردة كان التدريب بكرة هيكون اجازة لفريق النادي الاهلي وعلى ان يبدأ النادي الاهلي استعداده بعد غد ان شاء الله باذن الله خلال المرحلة القادمة فيه تدريبات هتكون كلها الساعة خمسة وستة وزي ما قلنا المتش ان شاء الله بإذن الله يكون فيه تمام الساعة 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 في ظل غياب ثلاث حراس دوليين شبيرو الشنوي مع المنتخب الاول حمزة علاء مع الاولمبي مين بتدرف حراس المرمى وهل تم تصعيد لعبين مع زنفالي ومصطفى مخلوف حراس مرمى شباب صغير بالتأكيد طبعا احنا عندنا طبعا عدد كبير زبيل احمد انت عارف من الناشئين المتواجدين في المنتخبات فالرجل ممكن مستر كولر حاول ان هو ينطقي بعض اللاعبين المتوفر طبعا تواجدهم في القطاع ان هو يكونوا مشاركين لسد الشكل العاددي بالنسبة لي فريق النادي الاهلي وايضا كمان الابري بنطبق على حراس المرمى انا بس عايز اقول حاجة سريعة يمكن نهاردة محمد مجد افشا متواجد في تدريب فريقا للنادي الاهلي توجد بشكل عام بشكل عادي وده امر كان مهم جدا حابين نقوله لي كل جمهور النادي الاهلي الراجل تواجد مع لعيبة كلها بيقدي الجرعة التدريبية الكاملة ليه فريقا للنادي الاهلي النهاردة يمكن ده يتقبل اول ظهور لمحمد مجد افشا ان شاء الله بإذن الله افشا يخش بقى في الاجواء وكل الامور تكون بسيطة جدا جدا اه طبعا يمكن الجهاز الفني كالعادة طبعا ليه امور مجلس ادارة ليه كلها قررت لكن مجد النهاردة قلنا من كل جمهور النادي الاهلي الراجل متواجد في التدريبات ده امر مهم جدا الشكل العام بالنسبة للعدد زي ما قلتلك زميلي احمد عدد بيكون متواجد من القطاع ويمكن بعض حراس المرمى المتوفرين الحقيقة في خلال هذه الفترة لسد الناص العددي اللي بيتطلبوا الجهاز الفني سواء لحراسة المرمى او اللاعبين تعريب يكون في جمل بيكون في امور بحتاجة ان فيها عدد من اللاعبين فان شاء الله بإذن الله المجموعة تكمل بهذا الشكل ويوم السابت يكون مباركة جدا لكل العيب النادي الاهلي اللي هتشهر في كده المباركة ان شاء الله شكرا جزيلا زمينا العزيز كريم احمد دي كاته اخبار نادي الاهلي النهاردة وزي ما قلتلكوا هتتابعوا التمرين وتشوفوا الامور بتتم في اطار عادي جدا كل واحد في الاهلي عارف ايه اللي لي و ايه اللي عليه وكل واحد عارف اه في النهاية ما يحكم الامور في النادي الاهلي هو مصلحة النادي هو مصلحة اسم النادي الاهلي هو مصلحة فرق النادي الاهلي هو ده اللي بيحكم وبيفصل امور بين كل عناصر لعب تكلم على نجوم كبيرة جدا افشا مودست موجود كريم ندفد موجود متولي وعلى فكرة حتى في ظل للغيابات الكبيرة جدا انت لما تيجي تلعب مطش النجوم انت هتلعب تقريبا كامل العدد حتى مع وجود الشباب الصغير حسين الشحات متولي وده اللي كنت بقوله لكم في بداية الحلقة يعني فكرة انه حتى وارد جدا الخطأ بيحصل فائحة حتى لو كان بحسن نية او حتى كان بدون قصد وبقول لكم دايما انه حكم على الامور دايما بالمواقف النسي ما بتكونش انطباع عن حد من موقف واحد لا من خلال خبرات وتركمات وافشل حقيقة طول عمره من لعيبة كل العيبة النادي الاهلي مدام دخل في اطار الكيان في اطار القوعة الحمراء ثق تماما انه على مستوى الانضباط على مستوى الاخلاقيات على مستوى الالتزام هتلاقي افضل شكل وافضل صورة وافضل نظام للاعب كرة على مستوى مصر الاهلي منظومة منضبطة بس ده ما يمنعش انه يبقى فيه سياسة السواب والعقاب والموقف يرجع كده بالذاكرة وشوف اي لعيب خرج على النص من نادي الاهلي قبل ما تصدر عقوبة من ربطها او من لجنة انضباط او من اتحاد كرة الاهلي بيبادر بتصحيح الامور ووضع الامور في الاصابة الصحيح وبيفرد عقوبات وغرامات وده شيء ابدا ما يقصرش ولعابة الاهلي الحقيقة برضو اهم ما يميزها انها بتقبل فكرة الاعتراف بالخطأ وبتتقبل عقوبة بصدر راحب جدا وبتعترف بغلطها ولو كانت غلطة حقيقي او تسببت في اساعة الحد هي اول من يبادر كمان بالاعتذار بالمناسبة ماتش النجوم اعتقد برضو احنا بقلنا كتير من ساعة ماتش الترجي برضو فترة يعني توقف الى حد منه راحة سلبية الاهلي وحشنا طبعا يعني كنت رسا بتتكلم مع حدسة قال المفروض النادي الاهلي احنا عايزين نشوف النادي الاهلي كل يومين مشكلة مشكلة بس مش عندي مش انه بيوحشني المشكلة انه كل ما بتروح للاهلي يا بص للسيزن ده كل ما بيوصل مارسل كولر بالفريق كمستوى جماعي ومستوى فردي لتوب فورم تيجي تلاقي حاجة وقفت فتلاقي تيجي ترجع تاني كأنك بتبتدي الموسم من اول وجديد بالضبط وبعدين بقى النفس اللي بيواجه النادي الاهلي او الجهاز الفني في كل توقف ان انت بيرجعلك لعبين من منتخبات يعني من سواء من منتخبات غير منتخب المصري قولمبي ومنتخب اول اه لعبين دوليين فبتحتاج ان انت تعمل لهم الريكافر المطلوب وبعدين تتطمن على حالة كل لاعب قبل ما ترجع تاني تدخلهم في اجواء التمرين ولكن يعني هو ده اللي ماشي مع النادي الاهلي الفترة الاخيرة واعتقد الجهاز الفني بمناسبة موضوع افشا وقدارة الكرة في النادي هم قادرة باللواقح المنظمة للفريق الاول والموضوع اتلم في يعني سريع ومش موضوع اساسا عشان يتم لا انا بتكلم حتى للاعلام كموضوع ان هو الاعلام يتناوله والموضوع يتقفل اللاعب موجود في التمرين انت عارف بس انه انه شيء الحقيقة يعني بقى ملفت للنظر فكرة انه انه يبقى فيه استهداف مش عايز اقول اغتيال معناوي لانه كلمة كبيرة جدا بس انا بحس ده اللي حقيقة بيحصل مع كل اللي عايبة كبيرة في نادي الاه يعني سيبك من الترند وسيبك من السوشال ميديا لانه جمهول الاهلي خلاص كمان ما بقاش بيأكل من الكلام ده قوي لكن فكرة انه كل انه اي حدث مهما كان بسيط الشناو يطلع في مؤتمر صحفي يقول كلمتين فتلاقي كل الناس كل الناس ازاي يقول كده ازاي يقول كده مع انه بيحصل حاجات كتير جدا بشكل يومي تدعو الناس بقى اصحاب المواقف والمروءة والشهامة والحديث عن المبادئ والاخلاق والقيم انها تتكلم كل يوم في ده بس ما بتلاقيش ما فيش تلمي لابرة هو يعني هو لان النادي الاهلي ولعبيه ونجومه هما اللي بيصنعوا الحدث دايما فلو اتكلمت في اي حاجة تانية محدش هيتابعك او هيهتم بالتناول او الطرح اللي انت بتطرحه علشان كده بقولك النادي الاهلي قطع الطريق مبكرا على الموضوع النهاردة اللاعب موجود في التدريبات ان شاء الله يوم السبت يكون موجود مع الفريق في المبارات الوديه وخلاص صفحة اتقفلت واحنا مكملين في استعداداتنا لان خليبلك في محاولات برضو لتشتيت النادي الاهلي عن لقب بطولة الدوري وده لقب مهم جدا لجمهور النادي الاهلي واللاعبين والجهاز الكورة وينتظر النادي الاهلي تحدي كبير جدا انا ارهن على ده وابصم معاكم بالعشر انت كاسبان السنادي كاس كاسبان سوبر كاس نغبة كاسبان ميداليا برونزية في نسخة استثنائية لكاس العالم قدمت فيها عروض حياة ومستويات رائعة جدا كنت قريب جدا من نهاية وكاسبان دوري ابطال في نسخة ما تحققتش او ما تكررتش ارقامها فمسلت الاهلي على مدارة 12 لقب او 11 لقب حقاهم قبل كده فهو مسم استثنائي لكن انا بقولك لو جمهور الاهلي خسر الدوري السنادي يعني يعني مش هتعد عشان كيف بقولك كل المحاولات دي وده جزء من نجاح جماعيات النادي الاهلي ومنظومة النادي الاهلي غيرت جمهوره عليه واسرار جمهوره على تحقيق كل الالقاب والبطولات جمهور الاهلي ما بيستكفاش فبالتالي لا بطولة الدوري على رغم انها مهمة جدا ولكن مشوارها صعبة جدا اكيد ما بقولك بينتظر النادي الاهلي تحدي كبير جدا بعد العودة طبعا من التوقف الدولي وهي بطولة الدوري النادي الاهلي عنده مؤجلات عنده باقي مباراة استكمال باقي المباريات فالنادي الاهلي اعتقد انه هو هيبقى شغله الشاغل وشغل الجهاز الفني الشاغل لفترة الجاية التركيز على جمع النقاط المنافسة على لقب بطولة الدوري وان شاء الله بإذن الله النادي الاهلي قادر دايما في التحديات المهمة والتحادات الكبيرة انه هو يكون عنده حصن ظنه جمهوره ويتوج النادي الاهلي باللقب الدوري عايزة روح معاكم ملف المنتخب المصري ماتش بوركينا بكرة طبعا مطب فتوح وانتوا يمكن كنتوا معايا في الحلقة اللي اتكلمنا فيها على قيمة المنتخب وكان علامة الاستفام والعيب الوحيد اللي اتظلم والعيب الوحيد اللي اتظلم والتشاء الزروف طبعا ألف سلامة على أحمد فتوح واحد من طبعا اللعيبة المميزة جدا في منتخب مصر ونتمنى له ان شاء الله العودة سريعا لكن طبعا كان نتيجة دا استدعاء عمر كمال عبد الوحيد بتشوف المعسكر بتاع المنتخب الأسماء المختارة للسعادات لبوركينا ازاي وشايف ماتش بوركينا فعلا بالصعوبة يعني ما فيش طبعا ماتش في تصفيات كاس العالم مش مهم يعني كل الماتشات مهمة جدا 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 أين كان اسم المنافس وتستحق من الاعداد والتركيز والاجتهاد فيها الأعلى مستوى لكن هل فعلا بوركينا زي ما بيتقال عليها المنتخب المنافس لمنتخب مصر على بطاقة التأهل طبعا ماتش قوي جدا وأعتقد بوركينا فاس هو المنافس المباشر ليك ومباراة بستة نقط مباراة عادية جدا مباراة أعتقد لو انت كسبتها هتحسم حاجات كري جدا وهتبعد خمس نقط عن المنافس المباشر وهو بوركينا فاس وهتخرج بقى من المباراة ممكن هتبقى أسهل نسبيا غنيا بساوي لو حققت اي نتيجة إيجابية على الأقل هتبعدت بستة نقط أو بيتمان نقط وهو في نتيجة إيجابية كلمة اي نتيجة إيجابية دي معناها مكسب أو تعادل هو فيه احتمالية أن مصر ما تكسبش بكرة لا مش بكرة اتكلم على مباراة غنيا بساوي نبقول ان ان شاء الله طبعا ما فيش أي احنا كام ستة في المجموعة ستة يعني لا احنا كام ستة فرق في المجموعة يعني انت هتلعب عشر مطشاط صح؟ عشر مطشاط بثلاثين بونت كسبت المطشاط دوله خلاص انت بنسبة كبيرة سعطت كسعالم لا هو المفروض ان لو عايز كسعالم يعني انا عايز ثلاثين بونت طبعا بالنسبة للمنافسين طبعا وانا قلت ان حتى لو الفرق في أفريكا بقت قوية جدا والمنافسة بقت صعبة جدا لكن تظل لمجموعة مصر اسهل نسبيا من نسبة لمجموعة تانية كتير جدا ولو احنا مقدرناش تكسب يعني لي بوركينة وفاسه من وجهة نظرك منافس يعني انت لو قلت اي حد ما انا عارف انا عارف انها منافس بس انا بسأل عشان اوضح للناس انا لما اقول مثلا الكاميرون نيجيريا كوديفوار غانا مغرب تونس جزائر جنوب افريقيا منافس لمنتخب مصر الناس تقبل ده او الناس تتفهم ليه الفرق دي منافسة لكن لما اجي اسألك هي لي بوركينة وفاسه ممكن تتقال انها منافس لمصر على بطاقة تأهل في كاس العالم عشان هي المنافس المباشرة بالنسبة لان هو التاني تاني المجموعة معاك عنده اربع نقط مش عشان هو اقوى منتخب من المنتخبات الكبيرة زي ما انت تتكلمت عليها والاسماء ديت لكن هو حاليا عنده اربع نقط وهو بالنسبة للمجموعة كلها شايف ان هو افضل فريق بالنسبة لكل الفرق اللي موجودة في المجموعة لي بوركينة وفاسه عنده بعض اللعيبة المميزة جدا وعنده السرعات وعنده محترفين كتير جدا لكن بالنسبة لسكوات منتخب مصر وتاريخ المنتخب المصر اعتقد يبقى الموضوع بالنسبة لنا اسهل لكن خلا نقول ان ما بقاش فيه اي مباراة حتى في تصفات كاس العالم وحتى في كاس ما في الكالة انا شوفنا بقت سهلة وده دليل ان انا وجبت لك مباراة قبل مباراة الراس الاخضر واحنا بنتكلم كنت توقع ان المباراة تبقى صعبة بالنسبة لنا لكن الحقيقة ان احنا عانينا امام الراس الاخضر بالرغم ان هما بالعب ومش بسكوات علامات الاس على وش بلال اقول ما انت اوزد انا افتكرت مباراة الراس الاخضر لما المدير الفني انا كنت فاكره بصراحة يقول اثيوبيا لا طبعا الراس الاخضر الرجل رايح سبع لعبين من القوام الاساسي وكنا بنعاني امام الراس الاخضر فهي دي الفكرة مسكونا بنعاني عشان ده يعني مستقى منتخبنا يتحط في الحتة دي ولكننا بنعاني لانه لانه فيتوريا اساء ادارة المباراة وفيتوريا هو اللي جاب الست نقاط اللي معنا في المجموعة بالمناسبة لا لا فيتوريا طبعا اساء ادارة المباراة طبعا في كاس وفركيا لكن سكوات بتاع منتخب مصر سكوات كبير جدا وعندين لعيبة كبار ولعيبة دولية ولعيبة محترفة المميازة كنتم رهينكم على فقبل البطولة ان منتخب مصر النسخة دي هتنفس على اللقم لان احنا كان عندنا سكوات قوي جدا سكوات قوي وعندنا بنتكلم في حتى المحترفين محمد صلاح وعمر برموش وكلهم كانوا متقلقين يعني فيتوريا مقدرش يستخدم الاستخدام الامسل ليهم لان كلهم في الوقت ده انا فاكر كويس جدا كلهم كانوا بتقلقهم عندياتهم وبيسجلوا اهداف يعني نادرا لما تلاقي العيبة مش بيلعبوا مهاجمين بيسجلوا اهداف حمد صلاح بيلعب كالجناح عمر برموش بيلعب كالجناح تريسجي بيلعب كالجناح كلهم كانوا بيسجلوا ومصر حمد طبعا كان متقلق في الدورة الفرنسي فكل المحترفين كان متقلقين وهنا في الدورة المصر كان اغلب اللعيبة برضو كانت بتقدم اداء كبير جدا لكن هو يعني ما ادرش البطولة او ادى مبارات اعتقد ما كانتش افضل شيء لكن الموضوع المبارادي مختلف مباراة بركينا فاسو مباراة حسيمة جدا وصعوبة المباراة دي انها اول مباراة رسمية لكاتل حسام حسن اي ودي بالنسبة له هتبقى يعني نقطة فاصلة لانه هو عايز برضو يحط البصمة بتاعته ورقم اتنين انه هو بيرعب المباراة على ملعبه وامي الجماهير وشايف المباراة دي ان لو حسامها هيبعد تماما عن بركينا فاسو اللي يبقى هتبقى عندها سكة اكتر في لو كلمنا على فكرة الصعوبة خليني انا اختصر او اختزل فكرة صعوبة مباراة بكرة في الدوافع صحيح مماطش بكرة على ارضنا ووسط جمهورنا وده واحدة من حاجات اللي اعتقد يعني ما حصلتش من فترة طويلة في مطشاطر الاسمامة مع منتخب مصر كامل عدد بالتالي اعتقد دوافع فكرة الانفراد بصدارة المجموعة وابعاد بركينا فاسو كل دي دوافع تصب في مصطحة المنتخب لكن بركينا اعتقد بكرة داخل اللقاء بدوافع كبيرة جدا لانها في حالة تحقيق مفاجأة او راهنهم على ان هم مقداروا يكسبوا منتخب مصر بكرة ده معناها بالنسبة لهم حاجتين واحد ان هم ينفردوا بصدارة المجموعة مصر ستة بونت فاسو اربعة اه دايما لما بقول بونت دي بفتكر يعني هي ايه بونت دي جات من ايه بونت ست نقاط ست نقاط وبركينا اربع نقاط فبركينا لو كسبت بكرة تنفرد بالصدارة ويبقى ليها مواجهة مع منتخب مصر على العالم لعبها وبالتالي حظوظها هم تفكيرهم كده يعني فكر هم بيفكروا ازاي فدي ممكن تبقى دوافع عن بركينا لكن هل تملك من العناصر اللي ممكن من خلاله تراهن فيها على انها تهدد منتخب مصر بكرة ابلان اه يعني خلينا نقول ان بركينا عندها بعض اللاعبين المميزين يعني عندك تراوري لعب فياري ياري اللي بيلعب في مركز الجناح الايمن لعب خطير جدا تراوري اه تراوري انا اللي هتبعه كوناتي كوناتي طبعا كل الناس منتظرت محمد كوناتي ما بيلعبش اساسي اللي عب هو كان مشارك اساسي في اخر مباراة في بطولة كأس امام افريقيا كان هو المواجب الاساسي ولكن هو ما لعبوا مباراتين لعبوا مباراتين مباراة ودية امام ليبيا خسروا اثنين واحد واخر مباراة لهم في الكان خسروا برضو اثنين واحد يعني انا بقولك العناصر الابرس تراوري تراوري ده جناح بتاع جناح ياريال الاسباني اه في عبدول الجناح الايصر لعب اميان الفرنسي لعب مميز جدا يعني عندهم ده جناح ايصر جناح ايصر اه عبدول ده جناح ايصر لعب اميان الفرنسي جناح مميز جدا كوناتي بيعب في الروسيا اعتقد اخنات الروسي اه يعني عندهم تلات كونتي طبعا لعب أشوال مميز جدا يعني محطة وبيلعب على الجول يعني تقدر تستخدمه في العرضيات تقدر تستخدمه في الكرات دايما المشتركة هو بيبقى عنده التحملات جيدة عندهم كمان في وسط الملعب تلات لعبين مميزين جدا بيقدروا يمتلكوا الكرة ولكن في المقابل عندهم صغرات دفاعية كبيرة جدا سواء عن الطريق الظاهرين الأيمن والأيصر أو قلبي الدفاع عندهم حالة من الربكة حالة من سوق التماركز دايما والسرحان تقدر مع سرعات محمد صلاح والمردود الكبير كمان والطاقة اللي عند محمود حسن تريزيجي القوة اللي عند مصطفى محمد أنا أعتقد مع وسط ملعب كمان قوي تقدر أن انت ان شاء الله تستغل ضعف الدفاع البوركينا فسو تقدر تسجل وتقدر ان شاء الله بإذن الله تأمن الصدارة في مباراة الغد هنكمل مع منتخب مصر ومباراة بوركينا بكرة ونفكر كده مع كابتن حسام كيف سياخد اللقاء هل يراهن كابتن حسام على الطريقة والتشكيل اللي كان بيلعب بيهم المنتخب قبل تولي المسئولية بما أنه لم يملك من المساحة أو الوقت أو الفترة الكافية اللي تخليه حط بصمة أو تخليه يطور في شكله منظومة الأداء ولا ممكن يفاجئنا كابتن حسام بكرة ويفاجئ بوركينا بشكله طريقة واختيارات وتمركز جديد للعبين وهل يملك حيرة في اختيار اللعبين في المراكز المختلفة ولا تشكيل المنتخب قد يكون معلوم للجميع خلينا نكمل عن مصر و بوركينا فاسو بكرة إن شاء الله في السادسة لكن بعد الفصل تقول يا حسام تقول كنت تكمل كنت بتقول ايه نرجع لمصر و بوركينا فاسو طيب خلينا سألكم على حاجة انت بستنم ايه من كابتن حسام يعني من كل الأسماء اللي تقلت مسؤولية منتخب الوطني في الفترة الأخيرة سواء مدربين وطنيين أو حتى أسماء مديرين فنين هكتور كوبر، كارلوس كيروش، روي فيتوريا كابتن إيهاب، كابتن حسام، مدري كلهم من حيث الكفاءة محدش يختلف عليهم لكن ما شفتش إنه شكل المنتخب، اسلوبه، شخصيته، أدائه اتغير حصل فرق طفرة، نقلة، سميع زي ما تسميع مع أي واحد منه و كنا دايما بنقول أو بنحس إنه منتخب المصري غيب عنه الروح يمكن بطولة أمم أفريقيا اللي وصلنا فيها قدام النهائي قدام السنغال هي أقرب نموذج للشكل اللي احنا كنا مستنين المنتخب يظهر عليه لعبنا وطشات كبيرة، لعبنا وطشات صعبة، قدنا البطولة الروح بتاعت المنتخب كانت ظهرة جدا وغالبة جدا على اللاعبين وكان جزء كبير من رهان الجماهير الكرة في مصر على إنه ليه مش حسام حسن؟ هي فكرة الروح اللي كانت موجودة عنده حسام كلعب واللي بيتمنوا إنها تترجم مع المنتخب كمدير فني هل منتظر بكرة من حسام إنه يغامر؟ هل ممكن نشوف الفترة التي تولى فيها المسئولية قدر يوصل فكر أو طريقة لعب مختلفة للمنتخب يظهر بها في مطش رسمي في تصفيات كالسعالم قدام بوركينا ولا هنشوف بكرة نسخة من منتخب مصر اللي شفناها قبل كده مع كيروش وفيتوريا وإلى آخره بس بقيادة كابتن حسن حسن يعني ممكن يا حمد بص عايزة أقولك هاخد من كلامك على حتة الروح يمكن كابتن حسن في المعسكر لسبق المعسكر الرسمي في المباراتين الوديتين بتوع كأس العاصمة الإدارية أمام نيوزلندا وأمام كرواتيا كابتن حسن ما كانش بيشتغل فني على قد ما كان بيشتغل على الجانب النفسي وجانب الروح يعني دايما كان بيتكلم مع لعبة منتخب مصر على قد إيه اللاعبين القدامة واللاعبين التاريخيين كانوا بينتظروا لحظة إعلان قائمة منتخب مصر دي بفارغ الصبر ما كانش فيه حد ضامن مكانه وهو وعد بالمناسبة اللاعبا ما فيش حد يبقى ضامن مكانه في قائمة المنتخب اللاعبا اللي هتشتغل أكتر في الملعب واللي هتحجز مكان أساسي في أندياتها وتقدم مستويات كبيرة هي اللي هتيجي منتخب مصر ما بقاش الموضوع زي الأول كل ده كان كلامه وإزاي تسعد الشعب وقد إيه مباراة المنتخب دي كانت عند الناس البسيطة حاجة بتقدر تدخل عليهم السعادة والفرحة بطريقة كبيرة جدا وقد إيهم ما كانوا بينتظر فلازم أن الحالة دي ترجع تاني كل ده كان شغل كابتن حسام حسن لكن فنيا أنا أعتقد أن الشكل مش هيتغير مع كابتن حسام من مباراتين ولا من أربع مبارات كابتن حسام محتاج على الأقل ست شهور تقريبا علشان تقدر تحكم على الشكل الفني اللي الفريق هيقدمه فيه يعني بتبقى زي بشائر كده أنت تقدر تستبشر من قراءتك لطريقة اللعبة أو أداء الفريق مع الكابتن حسام أن أنت رايح للشكل معين ولكن حكم نهائي على جهاز فني في المتابع العادي يعني المتابع العادي يموا تجربة حسام بعد مضتين ولا ثلاثة ولا أربعة عشان كابه أقولك هو محتاج صبر علشان ما يدخلش في المنعطف اللي دخل فيه كابتن إهاب جلال وكابتن حسام البدري أنهما ما أخدوش فرصة حقيقية لفرض رؤيتهم الفنية على اللاعبين وترجمة دوت كمان على أرض الملعب فأعتقد أن كابتن حسام حسن هيختار أنه يميل شوية ناحية المباراة الأخيرة للأجهزة اللي سبق التدريب منتخب مصر مع إضافة بعض التعديل الفني ويمكن إحنا كنا نتكلمنا عن طريقة لعب كابتن حسام أنه هو دايما بيحاول يجمع الكرة في وسط الملعب أو ناحية طرف من الأطراف ويعمل العكسية يغير الملعب وقدر في مباراة نيوزلندا أنه هو يكرر الموضوع ده كتير جدا بيعتمد على إمام عشور بشكل كبير جدا في مركز تمانية أنه هو يقدر يخترق داخل منطقة الجزاء واللي منها تحصل على ركل الجزاء إمام قبل ما يصاب ويخرج في مباراة نيوزلندا مباراة كرواتيا سجلنا هدفين من عرضيتين وده بشرة جيدة أنه احنا بنقدر مع الجهاز الفني الجديد نستغل الكرات السابتة لما هنيجي نتكلم في التشكيل ممكن نقول بعض العناصر هيبقى ليها أدوار جديدة مع كابتان حسام داخل الملعب الكل بيترقب وبينتظر إيه هي الأدوار اللي هيكلف بيها كابتان حسام حسن محمد صلاح إيه المركز اللي هيقدر يؤدي فيه لأن إحنا كنا مع فيتوريا متعودين يشوف صلاح في مركز جديد خالص وهو مركز رقم عشرة محمد صلاح ما كانش بيلعب جناح خالص مع فيتوريا صلاح بالمناسبة هدى في المنتخب وهدى في التصفيات حتى الآن في خلال المباراتين اللعب طبعا تعرف أنه سجل سوبر هاتريك أمام جيبوتي في المباراة الأولى فأعتقد أن فيه حاجات كتير قوي بينتظر الجمهور المصري رؤيتها بكرة مع الجهاز الفني ومع المنتخب إن شاء الله هل كابتان حسام وعد نهارده بيفكر في التشكيلة بتاعة بكرة حيران يعني هل فيه مراكز تمثل لي مصدر حيرة فلان ولا فلان ولا التشكيل الأساسي اللي هيخد باللقاء يا أحمد تقريبا يعني شبه معروف لا يعني مش شبه معروف أول لأنه حيران فيه بعض الحيرات عنده في نص الملعب بالأخص هو عنده مشكلة في نص الملعب لأن نص الملعب عنده فيه وفرة كبيرة جدا من اللعبين المميزين عنده أمام عشور وعنده أكرم طفيق وحمد فتحي وكوكا ومران عطية فلعبة كلها جاهزة والعبة كلها بتقدم أداء كبيرة جدا ما عنده وهنا ده بالنسباله برضو حيرة كويسة حيرة كبيرة وحيرة جميلة لكن الفكرة كلها في طريقة اللعب أنت عايز من المباراة هل أنت هتبدأ المباراة بضغط عالي هتبدأ باندفاع هجومي ولا هتبدأ بطريقة متوازنة طب أنت هتبدأ بطريقة متوازنة أنا هتديك هدية على الهواء هتديك هدية على الهواء ومشت منتخب مصر دي تبني عليها الطريقة ولا تختار الطريقة تشايف أنها هي دي الطريقة وتختار العناصر تطبقها بأكتر شكل ولا تختار أفضل العناصر الموجودة عندك واللي ممكن تخلق بهم طريقة نسب منتخب مصر في التالي تستخدم أفضل 15 عنصر عندك موجودين في الاسكورت إجابة واحدة إجابة واحدة أختار لي وقل لي ليه اخترت طيب أنا أختار طبعا أنا أجيلك بكمبيلة بعد كده يعني آه كمبيلة دي هم حاجة يعني دي المقدمة بتاعت أنا جاهز هم الحاجة أنا أعيز أقول لك الحاجة طيب اختيار أنا هيبقى بالنسبة لي لا هشوف العناصر اللي موجودة معي أو اللعب اللي موجودة عني إيه طريقة اللعب اللي اتناسبه فكرة إن أنا أختار طريقة اللعب وخلي اللعبة بلعافي أحفظها أفضل أنا مثلا عايز أبدأ كرة من تحت بلدها واللعبة عندي ما عندهاش الإمكانية دي فهتسبب لي كوارث في بعض المبارات قدام المنتخبات الكبيرة إن أنا مش هلينفع دلوقتي ألعب بطريقة لعب في التصفيات وأجي مرة واحدة في كاس الأمم أو في كاس العالم ألعب بطريقة لعبة مختلفة فمفضتش طول الفترة اللي أنا موجود فيها مع المنتخب المصري بلعب بطريقة لعبة معينة وأجي أفاجئهم بطريقة لعبة تانية لكن أنا دلوقتي خلاص كررت إن أنا هشوف العناصر أو اللعبة اللي عندي أو السكواد اللي عندي إيه طريقة اللعب اللي تناسبه وده مهمة جدا إيه اللعبة دي مثلا هل إيه أفضل طريقة ممكن نلعب بيها وده مهمة جدا وهنا هيوصلنا لنقطة مهمة جدا عايزين نقول إن روي فيتوريا كان في بعض الإيجابيات مش معنى إنه هو ما كانش فيه يعني فشل في دارة المتخب المصر طولة أمم لكن لا كان في بعض الإيجابيات أنا بشوف إن بعض الإيجابيات من دبنها إنه هو حط صلاح في مركز المهاجم الوهمي أنا بالنسبة لإنه صلاح لو جبنا أرقامه في التصفيات أمام جيبوتي وسلليون هو صلاح كان أفضل لعب في المبارتين وقدم أداء كبير جدا سواء من أسستات أو حتى من أهداف فده بيقول إن صلاح في المركز ده كان مركز مميز جدا ناس كتير تفاجئت في كاسوفي كان هو ما كانش يعني صلاح قالت إزاي صلاح بلعب في المركز ده لكن الحقيقة إنه هو بلعب من وقت روي فيتوريا يعني زي ما بلال قال من وقت تدريبه لمنتخب مصر وصلاح بلعب في المركز ده خاصة بعد مبارات الجزائر والدية واحد واحد تعدلنا في واحد واحد وهو شاف إن صلاح للمركز ده أفضل مطش قدمه فيتوريا بالضبط دي حقيقة يعني فيه مباركة قدمه أداء كبير جدا وعشان كده بعد كده كمل بصلاح في المركز ده كان مدي مساحة كبيرة جدا لصلاح وخليه دايما قريب من المرمى وعلى فكرة المركز ده صلاح بلعب فيه في ليفربول ليفربول بطريقة أفضل شيء هو عشان كده صلاح دايما الناس كلها بتقول أن صلاح ليه بيتقلق في ليفربول ومع المنتخب المصر ما يقدمش أفضل نسخة ليه ومرموش برضو ينطبق عليه نفس السيناريو نفس بالضبط فهي دي الأزم مرموش بالنسبالي وأنا اتكلمت معاك من بعد ما زلت مقتنع أن عمر مرموش توظيفه كمهاجم هينفاجر انفجار كبير جدا هيبقى مزعج ليه المدافعين ومرموش في بطولة أمم أفريقيا كان من أفضل لعبين من أفضل لعبين طبعا طبعا استنى لما نحرجوا يعني مرموش ولا مصطفى مرموش طبعا قولاً مرموش لا ما فيش إحراج بنسبالي لا أنا أعرض إحراج فني يعني لا إحراج لا أقول لك على حاجة مصطفى محمد مهاجم كبير لكن هالفكرة طبعاً ده بروفايل ومرموش بروفايل مختلف لكن بروفايل مرموش يناسب اللاعبين اللي موجودين لأن انت عندك إمام عشور وعندك مرموش طريقة اللاعب محتاج المهاجم اللي بتحرك مبين الخطوط ويناسب محمد صلاح لكن الملعب ما يشيلش الاثنين مع بعض يشيل الاثنين مع بعض طريقة اللاعبية تتغير وهنا بقى يعني هنقف عند حاجة مهمة جدا يعني طبعاً مرموش مصاب إن أنا فكرت وقلت لك كده إن كابت حسام عسل ممكن يلجئ لا سفيد والتهاد كتير جداً مفيش اختلاف على الكواليتي بتاعتها وممكن تبقى بالنسبة لكتير من الجماهير يعني يا سلام لو بيلعبوا جنب بعض لكن ما تلاقيش مدير فانية يعني بيطبق ده يعني زي ما انت بتقول مثلاً مرموش ومصطفى مصطفى مختلف احنا ممكن على الفكرة نقل بالتريق أربعة أربعة أتنين ونلعب أربعة أتنين صريحة ونلعب بمصطفى ومرموش زي ما كان بيلعب كابتن جاري وفوقت كابتن جمال عبد الحميد وكابتن حسام حسن اتنين كانوا اتنين مهاجمين عظام طبعاً في الكورة المصرية وما كان ينفع يبقى واحد فيهم على بيكة البودراء فكان بيلعب بالتنين زي ما النادي الأهلي فوقت من الوقت لعب أمادوف لافيو وإعماد متعب فأنا لسا شايف مباراة قريب كان كابتن أسامة حسني وكابتن عماد متعب وإعمادوف لافيو يعني كان ناس بقى تقريباً أربعة مهاجمين من نجاح من نجاح من الجز احمد وانتعرف كانت مما تدرسته هو برضه إن لما المباراست من جزء من نجاح من نجاح من الجزئ سيرة اكمل القب والبطولات أي مدير فني اي مدير فني هيجي في الأهلي مع كل احترام لكل أسماء طبعاً الأهلي مؤسسة نجاح بص على أسماء كتيرة جداً سيفير بتاعها قبل الأهلي كان ايه وبعد الأهلي كان ايه وفي الأهلي كان ايه هتقل في الأهلي حتة تانية خالص فالأهلي زي ما بيصنع النجوم على مستوى اللاعبين بيصنع النجوم على مستوى المدير الفنين أيضا لكن جزء من مكانة جوزيل اللي عملها مش بس الألقاب والبطولات الكورة اللي كان بيقدمها شخصية الأهلي اللي كان مستنيها جمهور النادي الأهلي من أول ما لمطش بيبدأ لغاية لما الحكم يصفر بنهاية المباراة لما الجمهور كان بيروح أي مباراة مع أي فريق كانوا بيتكلموا مع بعض أنا كنت بتكلم مع صحابي كده إحنا نزلين نكسب كام النهاردة إحنا مش نزلين نكسب ولا نكسب إحنا نزلين نكسب كام بتشوف شو هجومي في منطقة الجزاء ضغط وسيطرة وتحكم في إقاع المباراة وتسعين ديئة من المتعة يعني كورة تستمتع هتكسب هتكسب أنت ممكن تكسب واحد صفر ممكن تكسب عشر صفر بس أنت استمتعت كورة قدية أنت شبعت كورة قدية في التسعين ديئة هادي قصة اللي حطت الجزي وانت فاكر مباراة النادي الأهلي والنادي المصري المباراة اللي كان بسببها تقريباً انتقل الكابتن نادر السعيد من النادي الأهلي السفر رغم أنك أنت خرجت متعادل ولكن أنت على أرض الملعب عملت كل اللي حاجة في الكورة أخذ بقى من كلامك ده معلش من حديث محمد مجدي أفشا لما تسأل هل الجيل الزهبي في النادي الأهلي أو الجيل الحالي تخطى الجيل الزهبي فهو أنا جاوب إجابة في وجهة نظري إجابة عبقرية قال يمكن يكون الجيل ده تساوى مع الجيل ده على مستوى البطولات ولكن الجيل الزهبي أو تخطى ولكن الجيل الزهبي كرته كانت أمتع فأنا عجبتني الإجابة دي ده استكمالاً لكلامك هي كورة في العالم كله على فكرة في فترة من الفترات كانت أمتع من الكورة تقدم دلوقتي يعني لو بتكلم على المتعة على اعتماد المديني المواهب كمان على الموهبة قال كتير نهارده القوة والسرعة والتاكتك أهم بكتير جداً من الموهب من الابتكار والزبط مبابي ما عمره ما وصل لموهبة رونالدين ولا زيدان ولا تري عونري يعني لما يبقى الفلتة في العالم النهارده مبابي مبابي وفينيسيوس جونيور وديبروينة وهلند أنا بكلمك على لعيبة السلس يعني ديبروينة لعيبة أنا بحبه جداً هلند مهاجم ما يختلفش على اثنين فينيسيوس أفضل جناح على سطح الكوكب بدون منازع جود بلينجهام لعب وسط متماس جداً مهاجم على أعلى مستوى كيلين مبابي قصة وحدودتها في حتة تانية لكن تعال بقى حطلي البانش دي الكتلة دي ارجع بها عشر سنين مش هنقول كتير عشر سنين لا عشر سنين رونالدينيو روبينو زين الدين زيدان لا المتعة كانت حضرة بقوة جداً هو حد يتخيل يا أحمد ان كان مركز اللعب رقم عشرة يتلغي من كرة القدم يعني انت لو رجعك من عشرين سنة كده كان حد يخطر بباله ان مش يبقى فيه رقم عشرة اللي هو مسؤول أصلاً عن المتعة طب داي رجعني بقى او ياخدنا للسؤال الكمبيلة اللي كنت سمعته عن 272 تياجو موتة اه انا كنت كلمت عليه وفي ناس قلولي يعني ناس بتقولي ايه هو في حاجة اسمها 272 افتكروني زي بمشتقاتها وتحولاتها لكن انت لو عدت تفرجت انت لو عدت تفرجت على الشكل اللي بيعمله تياجو موتة يعني هي 272 اسم أو رسمة على رسم تكتيكي ولكن مشتقات الطريقة وطرق اللعب والتحولات اللي بتحصل صحيح وزي بتدافع وزي بتحاجب لها مدرسة وصداية هي دي طبعا محتاجة حلقة تانية عشان نتكلم فيها اتنين سبعة تنين لكن لكن هل النهار احنا هنا اخمصر ربعة تنين أربعة لا هو السؤال هنا ده مرتبط شك حتى بالارقام اللي ما كنت بكلم على المدربين الصغيرين انه الفكرة انك انت يبقى عندك قدرة انت بتكلم على دوري ايطالي بتكلم على بولونيا اللي حقق ارقام المسم ده مع تياجو موتا كانت بالنسبة لاليطاليان مزهلة الدفاعيا وهجوميا واسلوب اداء وكورة ومتعة ازاي حد يطلع ما اعتقدش انه احنا دايما كل الخطط اللي تحطت في تاريخ كورة القدم بتعتمد على عشرة يعني تقولي خمسة تلاتة اتنين اربعة اربعة اتنين اربعة اتنين تلاتة واحد يعني هم عشرة ما حدش بيعتمد غري على عشرة توظفهم ازاي في الملعب دي قصة تانية لكن ان مدير فني يفكر ان يوظف الحداشر دفاعيا وهجوميا وان يبقى حارس المرمى هو اول مهاجم ومهاجم الفريق هو اول مدافع وتشوف ازاي بيرسم السيناريو لا دي قصة انا عايز اقولك انا عايز افكرك يا احمد يمكن ان بعد مثلا مش هنقول مدة كبيرة بس من خمس لعشر سنين مشهد ان حارس المرمى واقف وراء الاتنين قلباي الدفاع اثناء تحضير الهجمة هيتقال عليك ان مشهد يعني عقيم جدا لان حارس المرمى دلوقتي خلاص الادوار الجديدة حارس المرمى يلعب رجله يلعب رجله النهائي للترجي يعني في اكتر من كرة ممكن وقعت قلب الجمهور شوية ولكن على ارض الملعب بتدي ثقة كبيرة جدا لزميله يعني سريعا جدا احمد السيناريو اللي تتمنى انه يتحقق في المباراة بكرة يعني التلاتة بونت كلنا متفقين على انه هما الهدف الاهم لكن مع التلاتة بونت دول او التلاتة تلاتة نقاط او ثري بوينتز لا في لعيبة يعني يصعد من دور الستاشر لدور التمانية فيقول له انت مستني من منتخب بكرة ومن كابتن حسان مستني طبعا ان السكة مهمة جدا لجهاز الفني واللعبين ان ده مهمة جدا طبعا مستني كمان ان محمد صلاح دي اول مبرارة اللي اسمية ليه على تحت كرة طبعا كابتن حسان حسان اي وانا اتوقع ان محمد صلاح هينفجر مع كابتن حسان حسان ده توقع من أسبة كبيرة جدا ومهم جدا احنا نحرز هذا في اول ربع ساعة مهم جدا 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 لان فريق بركينة فاسو فريق خطير في التحولات الهجومية لو دخل الجيم معاك هيبقى مزعج في ظل ان انت كمان كل ما يعدي الوقت كل ما يبقى الضغط يزيد عليك اكتر خاصة ان بقولك ان كابتن حسان انا بشوف ان هو مضغوط انا بشوف ان هو مضغوط واو مبرارة اللي جدا مهم قوي ان هو يحق فيها المكسب هتفرق معاه جدا وهيقدر يروح مبرارة غينيا وهو اهدى بكتير عن مضغوط كابتن حسان بعيدت لك سؤال يابلال بيقول لك ايه التشكيل اللي انت تحب ان انا ابتدي بيه بكرة كابتن حسان حسان طبعا يعني التشكيل لا انا اقول تشكيل انا يعني هحاول اربط ما بين الافكار اللي عادي طبعا انا انا مصفى شبير كابتن حسان محمد الشناوي تمام ظاهير ايمان محمد هاني الرباعي الدفاع يعني محمد هاني محمد عبد المنع مرامي ربيعة عمر كمال عبد الواحد وفي احتمالية عند كابتن حسان انه يكون احمد نبيل كوك وسط الملعب اكرم توفيق امام عشور مروان عطية ده الثلاثي النادي الاهلي وفي احتمالية لان اكرم او حمدي فتحي الثلاثي الهجومي لخلاف على محمد صلاح محمود حسن ترزيجي وفي الامام مصطفى محمد كل التوفيق لمنتخب مصر بكرة ان شاء الله بإذن الله ونتمنى ان شاء الله ان تبدأت مشوار كل المصريين بيرهنوا على المنتخب مع كابتن حسام ونتمنى ان شاء الله انها تبقى بداية مشوار موفق الاهم بالنسبالي مش الوصول لكاس العالم الاهم ان احنا نروح كاس العالم نظهر بشكل مختلف عن المناسبات اللي ظهرنا فيها قبل كده بشكر بلاي المحسن بشكر احمد مصطفى مبروك مرة تانية مبروك مرة تانية شامبيونز ليج انا اروح ريضايا انت مش ملاحظة ان انت السنة دي ما عملتش حاجة مبروك حاجة سكران عوجودكم معنا وشكرا لكم على المتابعة تحياتي لكم